من هذه الأسئلة شون تحافظ على بشرة جلدك الوي خاصة احنا نهتم شوي يعني طلع حلوين شذي شون تحافظ كنت بهولندا يقولك ماء اللبن أو بصير اللبن هذا الفوق شربك اليوم يعطيك طاقة كثرة شرب الماء للجسم يحافظ على الجلد إذا سأل أحد منك شون تحافظ على يعني علوي على الجلد يعني كثرة الماء علميا يعني جرسات الطبية ثبتت أنا تقريبا ثمانين أكثر من ثمانين بلمية من شيخوخة البشرة أو يعني علامات تراه البشرة اللي هي السن بسبب الشمس 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 هي رقم واحد يقولون دائما نروح الشمس يقعد بالشمس غير صحيح معتقد طبي خاطئ هذا الشمس شتسبب الشمس تسبب تكسير الكولوجين الموجود في طبقة الوسطة في البشرة تعرض للشمس طبقة الوسطة في الجلد اللي الأدمة هذه فيها بروتين الكولوجين هذا يعطي للبشرة نظارات وحيويتها شو مثلا الطفل توا مولود عمره شهرين ثلاث شهور تلاقي ما شاء الله خدودهم تبتبا ازاي وقارن واحد عمره ستين سنة ازاي رح تلاقي هذا الطفل الصغير ما عندنا مش ستين سنة عندنا مش وأقل من سنة الطفل بشرته متلئة نظرة فيها نظرة بينما اللي كبر لا والله فقد طبعا الجينات لها دور ما ننكر الشي هذا ازاي بس الشمس هي العامل الأساسي لنسبة نقول تقدم المبكر للبشرة في السن طبعا ممكن آسف ممكن تظهر التجاعيد ما التجاعيد هذه الشمس ما راح تمنعها بس تسرع فيها الشي الثاني التدخين وأكيد العديد من الجمهور الكريم يعني نسبة معتبرة دخن في دراسة ظهرت قبل عدة سنوات حطت توأم متطابق جينيا ازاي يعني شكله منس بعض واحدة منهم كانت تدخن والثاني ما تدخن ولما شوفهم جدان بعض تلاحظ الاختلاف في عمرهم مو أقل من خمس سنوات بسبب الزقارة فالي يبي يدخن ازاي خلي يدخن علشان تظهر عليه عوامل التقدم في السن مبكرا يعني هذه بشارة جيدة للبداخنين يعني اللي يدخلون بسرعة تشييخ بشرتهم بصورة أسرع اتخل التدخين في البشرة دكتور السؤال ممتاز التدخين طبعا الزقارة فيها آلاف المواد الكيميائية والعديد منها السامة العديد منها تسبب إلى ظهور شيء يسميه الروابط الحرة الزين الروابط الحرة اللي هي بالانجليزي ثري راديكالز هذه تسبب تدمير البروتين الموجود بالجلد ونسى ما قلتك الشمس تدمر البروتين هذا أيضا هذه المواد أو الروابط الحرة تدمر الكولوجين تسر عملية التدمير فليبي بشرتها يعني يحافظ على نظرتها يقلل من التدخين يقطع التدخين ولو تقعد بدوانية فيها مدخنين يعني حاول شوف لك صرفها مع الشباب في دوانية ما يدخنون يعني دي احنا ننصح أن المدخنين دخنون خارج الدواوي والمفروض